ما حدث في مشروع قانون المجلس أعلى القضاء لم يحدث في أي مشروع سابق هناك معناها مسائل أحنا عدينا لكم مذكرة مطولة فيها كل التفاصيل متع الإخلالات اللي باش نستعرضوا أنا وزملائي بعض النماذج منها لكن عدينا لكم زادة كذلك وثيقة تتحدث على مسائل تحدث لأول مرة في مسار المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى القضاء هذه المسائل التي تحدث لأول مرة جدت على مستوى لجنة التشريع العام وكنت نستعرض أمامكم الإخلالات اللي جاءت على مستوى لجنة التشريع العام وكيف نصبت كذلك لجنة التشريع العام نفسها مراقبة كهيئة لرقابة الدستورية لتقول أن هذا القانون مطابق للدستور وغير مطابق للدستور كذلك لجنة التشريع العام رفضت هذا القانون وأوسط لجنة الجلسة العامة برفضه تفعيلا منها لأحكام الفصل 124 من الضم الداخلي لمجلس نواب الشعب حال أن الفصل 124 وهذا لابد من التأكيد عليه يتحدث على مشاريع القوانين التي تعرض لأول مرة على لجنة التشريع العام ما يتحدثش على مشاريع القوانين التي تعود إلى مجلس نواب الشعب بمجب حكم قضائي يقضي بعدم دستوريتها على مستوى كذلك الجلسة العامة مشروع القانون متعلق مجلس العامة هو القانون الوحيد الذي لا تحصل فيه مداولات هو القانون الوحيد الذي تتوافق فيه الأغلبية مع الأقلية بدون أي تحفظ أو اعتراض هو كذلك القانون الوحيد الذي مشروع القانون الذي قدمته الحكومة فيه 89 فصل تقدم بشأنه 75 مقترح تعديل وأسقط منه تم تقديم 75 مقترح تعديل أفضى إلى تعديل 45 فصل وإسقاط 28 فصل وإدراج 21 إضافة بين فصل وعنوان وقالت النتيجة إلى إجهاض كل القانون برمته وإسقاطه وتعويذه بمشروع لجنة التشريع العام في مخالفة تامة لأحكام الدستور لم نفهم لماذا تم التقليص من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء مشروع القانون هو الوحيد الذي تتم فيه المصادقة في غياب الكتلة النيابية الممثلة للحزب الفائز في الانتخابات نعرف الكتلة النيابية هي لدعم الحكومة ودعم مشاريع الحكومة التي انبثقت عنها في حين أنه في مشروع القانون متعلق على قضاء في الجلسة العامة شاهدنا غياب للكتلة الممثلة للحزب الفائز في الانتخابات هو كذلك القانون الوحيد الذي لم يدافع فيه وزير العدل بوصفه من يمثل الحكومة عن مشروع حكومته ولو بكلمة واحدة وكان حضوره كما قلنا حضوراً سورياً وشكلياً في العرض الأول لهذا المشروع كان هناك مصادقة من قبل 143 نائب على هذا مشروع القانون وتبين أنه مخالف للدستور كذلك في القراءة الثانية هناك مصادقة من 131 نائب على مشروع القانون وتبين أنه مخالف للدستور الدستور يقول على المجلس على قضاء فيه أربع هياكل مجلس قضاء عدلي مجلس قضاء إداري مجلس قضاء مالي والمجالس القضائية الجلسة العامة المجلس القضائية الثلاثة نجد أن هناك صلاحيات مسندة للمجلس الأعلى القضاء وفي الفصل الأول من مشروع القانون يتم تعريف المجلس الأعلى القضاء مفهمناش شنو المجلس الأعلى القضاء هو ليس بالقضاء العدلي وليس بالقضاء الإداري وليس بالقضاء المالي وليس كذلك بالجلسة العامة للمجلس القضائية الثلاثة شنو هو كونه المجلس الأعلى القضاء هذية شنو يسيفته هناك اختصاصات تمنح له يتخذ قرارات في بعض المسائل اللي هي تكون من اختصاصات المجالس القضائية القطاعية وتسند كذلك المجالس القضائية القطاعية سلطة اصدار قرارات في مجالات معينة وساعات نزوز المجالات يبدأوا متداخلين مبعضهم هناك غموض كبير هناك تداخل معناها غير مفهوم ليس هناك انسجام حتى فيما بين الفصول التداخل في الصلاحيات عدم وضوح في الرؤية عدم وضوح في الصلاحيات عدم وضوح في الاختصاصات المجلس الأعلى القضاء نتسائل ما هو المجلس الأعلى القضاء كنا نظن ان الجلسة العامة هي كما قال زميلي هي العنوان الوحدة بين المجالس القضائية وهي الممثل الرئيسي للمجلس الأعلى القضاء هذية مريناهوش هناك سلطة ترتيبية نعرفوا اللي مبدأ الفصل بين السلطات ما يسمحش لسلطة ان تدخل في سلطة اخرى هناك اسناد لسلطة ترتيبية لرئيس الحكومة فيما يتعلق ببعض التسميات مثل تسمية الكاتب العام وهذه مسائل معناها مخالفة للدستور وتخرق مبدأ الفصل بين السلطات هيئة القضاء العدلي صدرت بيان يوم أول أمس يوم 30 مارس صدرت بيان وزعنا عليكم احنا نسخة منه ابدأت فيه موقف واضح وجاني بينت من خلاله تطابق وجهة نظرها مع وجهة نظر الجمعية في وجود العديد من الإخلالات الشكلية والجوهرية بخصوص مشروع القانون التي تمت المصادق عليه المستجد أنه هيئة سيد رئيس الجمهورية أحال مشروع القانون على هيئة الدستورية رغم أنه ثم هناك سمعنا بعض الأصوات التي تشكك في جدوى هذه الإحالة وإحنا كنا تمسكنا بأنها مسألة ضرورية ويفرضها القانون سيد رئيس الجمهورية أحال مشروع القانون مجدداً على هيئة الدستورية مثل ما يقتضيه الفصل 23 من القانون عدد 14 لسنة 2014 وهيئة الدستورية تعهدت بهذا القانون واتخذت يوم أمس قراراً في مطالبة مجلس نواب الشعب بمدي الهيئة بإجراءات إحالة مشروع القانون على الجلسة العامة وكيفية المصادق عليها بهذه الجلسة العامة حتى تمارس رقابتها وهذا مسألة راهي مسألة مهمة ومهمة جداً لأن تجربة الرقابة الدستورية في تونس هي تجربة حديثة لم نشهد من قبل رقابة دستورية حقيقية هيئة الدستورية تمارس هذه الرقابة بشكل جدي وهذا المستجد اللي حبيت أن نقول لكم عليه نحيل تاويك الكلمة لسي محمد بالطيف حتى يبسط عليكم جملة الإخلالات الشكلية والجوهرية اللي جات في مشروع القانون دستورة 2014 كرس مبدأ استقلال الصوت القضائية وأنشأ المجلس على القضاء هذا هو الدستور لكن الدستور يبقى غير قابل للتطبيق للتنفيذ في غياب نص قانوني ينزله على أرض الواقع هو مجرد وعد دستوري لابد من تفعيله بمجب قوانين وكما تعرفوا القانون لا يجب أن ينحرف بإرادة السلطة التأسيسية ويكون آدات لتقييد أو لتحجيم من هذا المبدأ هذا بالضبط الذي نعيش فيه نحن نعيشه ما بعد الدستور وما قبل القانون خاطر ما زال ما تخدمش وما تنشرش الخوف كل خوف أن القانون يفرغ مبدأ استقلال القضاء من محتواه وهذا التخوف مشروع وهذا هو الذي نعيش فيه نبدأ معكم بالفصل الأول الفصل الأول اللي كان من القانون هذي اللي أعددته من بشروع الحكومة كان يقول أنه المجلس يسر على حسن سير القضاء وضمان استقلال السلطة القضائية تبقى المعايير الدولية تبقى المعايير الدولية بطبيعة أعضاء لجلد الشهر العام ومجلس النوب الشعب نستعرف اشتاعم تم استبدال كلمة المعايير الدولية بالمعاهدات الدولية المصادقة عليها أنا بديت بالبداية هذه خطر هذه مش يكون عندها عديد التداعيات وهالاستبدال هذه مش يشرع ومش يمهد للخروقات والنقائص اللي مش شوفوهم بعد كنقول أنا تبقى المعايير الدولية المعايير الدولية أشمل من المعاهدات الدولية كنقول المعايير الدولية تشمل المعاهدات المصادقة عليها من دولة تونسية تشمل المبادئ العرفية القانون الدولي العام بجميع مصادره الأصلية والاحتياطية أي مصدر واسع المبادئ العامة فقضاء المحاكم الدولية أراء حتى الخبراء القانوني الدوليين إلى غير ذلك أراء استشارية لعديد المنظمات مجلس أوروبا أراء استشارية إلى غير ذلك تجارة مقارنة تكون مصدر استلهام وفي التوطئة مش تلاحظوا أن تونس التزاما منها بقيامها الوطنية وأصلتها كذلك التزاما بحقوق الإنسان الكونية وبالمكتسبات الإنسانية البشرية للأسف من الأول فصل سيقع خرق الدستور ويقع التضييق من مجال المعايير الدولية توليه معاهدات دولية المصادقة عليها اللي هي عقد بين دول دولتين أو أكثر مصحة لها دولة تونسية ومرزمة لدولة تونسية وفيها برشة تقييد للقانون يعني خسرنا مصدر إلهام كبير للقانون اللي هو المبادئ الدولية اللي هي المعايير الدولية وتم حصرنا في معاهدات دولية اللي هي أذيق برشة من المعايير الدولية هذه هي البداية يعني من الفصل الأول اللي مش تلقاوها بعد كله راهو نتيجة للفصل الأول أهم الإخليات ونمر أنه بكل نحاول نكون معاكم موجز مثلا التغييرات الجوهرية اللي حرفت المشروع الأصلي للحكومة تركيبة غير متوزنة تنقيص من عدد الأعضاء إضعاف دور قضاء المنتخبين تعرفوا طواله في الهيئة القضاء العدلي عشرة قضاء منتخبين في المجلس أعلى القضاء الحالي العدلي مثلا فيه ستة منتخبين أي أنه تراجعنا حتى على ما هو موجود في الوقت الحالي وتعرف مبدأ قانوني ونحن يحكمنا كقضاء توجي القانون مبدأ عدم التراجع فما ما البرانسيب دونه ريغريسيون أنت كمشرع كمش تتنقح وتصن قوانين تصن قوانين في تجاه تعزيز الزمانات في تجاه تعزيز الاستقلال تعزيز حق الإنسان والحريات مش ترجع بالتولي يعني مبدأ دولي متعرف عليه نكونوا عشرة منتخبين تولي ستة منتخبين وفي ذلك يعني التراجع خطير التركيبة كما قلنا الضعيفة مع صلاحيات محدودة وتقليدية احنا كي قلنا الانفتاح المجلس وتركيبة مختلطة قوضات وغير قوضات قلنا مش مشكل يمكن مش يكون عنده صلاحيات واسعة المجلس على القضاء ويكون عنده صلاحيات إشراف على العدالة ككل وهذا ما يبرر الانفتاح قوضات وغير قوضات مفهوم جدا نفاجأ بأنه يقع تحقيق الانفتاح وإدخال غير قوضات في المجلس لكن بصلاحيات ضيقات تتعلق كوش بالمسار المهني للقوضات دون الإشراف على المحاكم أو على منظومة العدالة ككل يعني مسار مهني وتأديب القوضات يدخل فيه غير القوضات وكنا نتمنيو أنه صحيح غير القوضات يكونوا موجودين تبقى الدستور لكن بصلاحيات واسعة يكون عنده إشراف على إدارة العدالة ككل نجي للتهميش الجلسة العامة طرف أربع هياكل مجلس القضاء العدلي الإداري المالي وفهم جلسة العامة في تصور السلطة التأسيسية الجلسة العامة كانت هي الهيكل الجامع للمجلس القضائية الثلاث وهي الهيكل الموحد اللي تتجسد فيه ووحدة للسلطة القضائية السلطة القضائية مش كان قضاء عدلي المحاكم العدلية كما بتقيتونس فقط مش كان المحاكم محاكم ميدارية السلطة القضائية هي الإداري والعدي والمالي مبعثهم ويكون الجلسة العامة في تصور السلطة التأسيسية هي الهيكل الجامع والهيكل اللي واحد تصورها من المشروع صار فما تشتيت للمجالس كل مجلس يخدم وحده كل مجلس إداري عدلي مالي منكب على قضاته على تسميتهم نقلتهم تأديبهم كل واحد يخدم بصيفة منعزلة ثم يمكن مرة في العام يوم كذا جلسة عامة سورية تجتمع اتصادق بأراء وصلاحيات استشارية لإبداء الرأي إلى أغير ذلك بنسبة لإدارة القوضات تسير القوضات الصلاحيات الكلاسيكية تسبيت القوضات نقلتهم ترقيتهم حتى في إدارة القوضات تم قصرها على بعض الصلاحيات دون غيرها في إدارة القوضات وفي التجارة بالمقارنة أنه مثلا انتداب القوضات تكوين القوضات تقييم القوضات تفاقد القوضات تلقاهم عند المجلس على القضاء للأسف في المشروع هذه هذه الصلاحيات الهامة قاعدت عند وزارة العدل أي عند السلطة التنفيذية أي أن السلطة التنفيذية الآن تتحكم في باب الدخول للقضاء الانتداب تنظم وزارة العدل وتعرف ويمكن الشبهات والخرقات أنه في الانتداب ومدخل القضاء ينجم الحزب الفائز ينجم يتحايل على المناظرة بأي طرق بلتوية يدخل الحاجت به ويقصي الحاجت به تقييم القوضات تقييم أداء القضاء تفاقد القوضات قد كل عند وزارة العدل أي سلطة التنفيذية شبقاه المجلس على القضاء راو القاضي يصنع حكم مش ملا شيء هكي يصنع فما ظروف عمل القاضي فما مكتب فما تجهيزات فما أدوات عمل الكل هاتحكم فيها أدوات تنفيذية ومن خلال تحكمها في إدارة المحاكم وفي تجهيز المحاكم راوط نجم يتأثر على القضاء حتى وزارة العدل تشرف على النياب العمية هي نهاية العمية هي التعين القضايا ووزح القضايا على حكام التحقيق دخلنا مدخل هذا الملف حطه عن فولين وبعد عليه فولين يعني وزارة العدل عن طريق النياب العمية هي تحكم في دستير المحاكم وفي توزيع القضايا الأمر محسوم دستوريا أن الدستور واضح يعني ثلثين من القوضات وثلث من غير القوضات في تركيبة المجلسة على القضاء أوكي وفي تهجير مقارنة فهمها غير القوضات يكونوا موجودين لكن طالبنا بشرط التفرغ وقلنا أردب لكم من مسألة هامة هي مسألة تضارب المصالح رأوا المحامك يكونوا عضوا في المجلسة على القضاء ولا عدد منفذ ويكون متحكم في ترقية قاضي أو في نقلة قاضي ومن غدوة يترافع أمامه في ملفات منشورة رأوا هذي قد يفتح الباب المزايدات للتأثيرات ترهيب ترغيب والمحامي ينظر حتى في تأديب القضاء قلنا نعم على أقل شرط التفرغ وطرحة المسألة أمام اللاجسة العام وأمام النواب لأنهم أغفلوها عمدا وخلوه أنه نجم يكون محامي عضو في مجلس أعلى قضاء وينظر في تسميت وترقية وتأديب ونقلة القاضي ومنفاته منشورة في فرنسا مثلا في فرنسا قالوا المحامي اللي عضو فما محامي واحد في فرنسا عندهم 8000 قاضي محامي واحد أنه وقت يقع النظر في ترقية وتسميت القضاءات اللي يخدم في دائرته مثلا دائرة تونس أو دائرة سفاقس ينسى حب من الجلسة وما ينظر فيها تحقيقا الحيادية في إيطاليا المحامين متفرغين في المجلس وعندهم مكتب وزرناهم وشوفناهم عندهم مكتب في المجلس يسكر بيروه ويتجرد من كل المصالح ويخدم خطر أنتك تحب عضوية المجلسة على القضاء مش جايبش صفي حسابات مش جايبش تخلق مناطق نفوذ أنت يفترض فيك جايبش تخدم من المصح العام وتخدم السلطة القضائية هذه محبابيك تسكر بيروك وتتجرد من كل الأهواء ومن كل المنافع والمصالح وتخدم السلطة القضائية هذه باش ما القاضي يأمن في عمله يخدم كل أريحية واستقلالية كذلك القاضي اللي يقع تعيده بملف معين يواصل نظر فيه خطر قبل ماكترفه قبل إذا ملف حساس عند قاضي معين ممشيش معهم في الخط يقع بمجرد نقلته إلى محكمة أخرى لإخراج ملف من يديه مثلا الفصل 42 من القانون هذا يقول يكرس المبدأ هذا ظاهريا إلا أنه يقول فما مستحة العمل ويقع تبريرها بسد شهور طارع إحداث محاكم جديدة مواجهة حجم نشاط بين إلا أنها وردت بصفة مقتضبة بصفة مبهمة قد تؤدي إلى التوسع في مفهوم مستحة العمل أي ازدياد في المعايير الدولية ماذا يقولون؟ مثلا في الشرط الأوروبية في الدول الأوروبية عندها ميثاق متع القضاة الزيادة في حجم العمل مش الزيادة العادية خطر المحاكم كل تفهم زيادة عادية في العمل تفهم تزداد لشارط العمل سيفون المواسم سيفون ويشترتوا الزياد يقولوا بيين ويقع إثبتوا حتى بإحصائيات علمية ينقلوا قاضي من محكمة بوردو محكمة ليون مثلا إحصائية المحكمة هذه كان فيها مثلا ألف ملف ولكن فيها خمسة ألف ملف ملف كذا ملف كذا بالإحصائيات ويقع يعني إشهارها قبل حتى الحركة رأوا المحكمة هذه عنا فيها حجم عمل معين كذا كذا باش يبروا نقلة القاضي موش سهل تخرج قاضي من محكمة نحن في تونس زيادة حجم العمل ايه شنو زوابتها شنو مقاييسها زيادة حجم العمل حد شي أي قاضي في محكمة مجاورة تبعوني مليح ملذم باش يسد شغور يلبي مصطحة العمل لمدة عام عادي أنا اليوم كوم في الثاقص نمشي لمحكمة سيدي بوزيد قابس وشرفين نخدم فيهم لمدة عام يجي بعدي زميل آخر يعوضني عام وهيك تدو عليك كمم المحاكم الداخلية ومش ممكن تقعد مغير قوضات وهذا معناتها احنا موافقين عليه وهذا موجود لكن بعد عام تولي ضرورة مصطحة العمل ثلاثة سنوات كانت عام في قانون الهيئة كيف كيف القانون هذية يتراجع على المكتسبات ونوخره بالتولي وتولي ثلاثة سنوات اذا شعرنا ثلاثة سنوات مدة العمل خارج مركز الاقامة مصطحة العمل المفهوم مبهم وغامض وقابل للتأويل معنا تمرن يمكن يتوسع يمكن كذا وثلاثة سنوات اللي هي كانت عام هذية النقلة هذية قد تكون ادات ادات تبقى من يمليح للترغيب او للترهيب شأنها ما بينها القوضات بشر والبشر قد تتنزحوا القهوة فمش يكون يصمت فمش يكون يخاف فمش يكون يتمع كتتحط النقلة باب النقلة هذية انك اذا تكون منسجم وتسمع الكلم حفظ على بلاستك وفست ببلاستك اذا مش يكون هكا ولا هكا ولا غير منسجم راو مش يكون نقلة وتنجم تلقى روحك اوت نختملكم بمبدأ انه كنت مع المنظمة لارتيكل ديزناف كنت نحضر في عمل المشترك بالصدفة امس بارك مع انت تعرضت مسألت مفهوم التضامن بين الحريات مش خارج الموضوع هي في صلب الموضوع تضامن بين حريات انه حرية الفكر ما تعني حدثي من غير حرية التعبير صحيح وحرية التعبير ما تعني حدثي من غير حرية الاجتماع تضامن بين حرية تربطها والحريات كل تروا فيهم اجتماعنا حرية التعبيرنا وفكرنا ومعدة قدة صدقوني ومش مجاملة لا تساوي شيء بدون حرية الصحافة والأعلم الحرية كل تروا فيهم هذه برد كنا على خاطر انتوما الصوت اللي مش تبلغوا بالحق مش يغلنا انتوما مش تتفضحوا السياسيين انتوما مش تنقلوا بالحق صوت زمعية القوضات وصوت القوضات وصوت الحق ومش تفرزوا الحق من البطل مش تفرزوا مغلطات وتغوى القوضات وحكومة القوضات وا 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 اما صوت خطر لو كان مش العبادة اللي ماتت بالحق راونا ما نسمعوش في المكان هذي راونا ما نحكيش بالحرية هذي راونا تومما ما تختموش بالحرية اللي تحكموا بها دونك حافظوا لحريةكم وفنية الأمر قاضي هو أول واحد يحمي حرية الأعلم ترجمة نانسي قنقر